إذا كان الزوج شحيحا لا ينفق لنا قصة عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عن الجميع جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو سفيان هو شحيح في النفقة فجاءت تشكو إلى رسول الله قالت رسول الله إن أبا سفيان شحيح عليها في النفقة أأخذ من ورائه ما يكفيني أنا وأولادي قال نعم خذي ما يكفيك بالمعروف بمعنى أن المرأة إن كان لها أولاد ووصلت إلى مرحات الجوع ابنها مريض لا تجد مما تعالجه ابنها عريل لا تجد مما تكسوه ابنها جاء لا تجد مما تنفق عليه والزوج له مال ولكنه شحيح بخيل فلها الحق شرحا أن تأخذ ما يكفيها وأولادها فقط دون علمه يعني مما يتركه في البيت من مال هذا يعني إن كانت المرأة عفيفة إن كانت المرأة عفيفة وهذا بعد محاولات مع زوجها ليس هذا هو الحل الأول ولكن لابد من أن تحاول مع زوجها بأن ينفق عليها وتوجهه وربما تجعل أهلها يتدخلون وأخوه يتدخل وأبو يتدخل وهكذا فإذا ما يأشت نهائيا وجاعت هي ولادها أخذت من ما يخبئه في البيت بالمعروف أي ما يكفيها تكفيها خمسة لاف تأخذ خمسة لاف تكفيها مئة لاف تأخذ خمسة لاف مئة لاف وينتهي الأمر مائة لاف تأخذ تحرير تحرير تتبه